البنات كتعانو لي من الشعر الزائد ما خليتو مزربتو في الوصفات وفي المنتوجات الغالية وبدون منفعة وحتى لك انت المنفعة كيخصك دائما كل ساعة تخسري او تنفقي الفليسة اللي عندك فاليوم برعتك بوصفة الروخة والرباخية البنات وما نعودش لكم كيغتخلي لكم الحمد ديالكم والمناطق الحساسة ديالكم غادي تخليها صافيح لي بدون ولو زغبة واحدة ما غاديش تبقى وهي بسيطة وغير بالمكونات اللي في المطبخ ديالك ما غا تحتاجي حتى شي حاجة يلا هو البنات كيما جيت وبرعتك بهذا الوصفة لي الحمد لله في المستوى وانتو ما غادي تشاهدوا على هاد الشي فنبغي بزف ديال لي لايك لهذا الفيديو باش الفيديو ان شاء الله يزيد ينتشر عند بزفة الناس واحدة اخرين ويستفدوا منه مش غير حنا اكيد نبغي باستفادة للجميع يا رب فشجعوني بالليلاك ديالكم مرحبا بكم ويلا هو باش نتعرفوا على السر المعجزة الرباني وبتداء من اليوم والدالية للسيغ وآلة الحلاقة والشفراء وجربي وحكمي بنفسك وهذا هو الشكل اديل الوصفة وعلى بركة الله هنتعرفوا على مكونات هذه وبالنسبة للسر هاد الوصفة هدي ان شاء الله غايكون بسيط 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 وغادي تحمقي بي وغادي تشعلي بي وغادي انتهي ينوي ويرا ان شاء الله خصوصا الابنات او للسيدات المقبلات على زواج هاد الفيديو صراح هادرتو لبزفة الناس وصلوا معايا في الخاص قالوا لي ايها مختير احنا سنعانوا من الشعر الزائد ما خلينا ما جربنا من الحلول من الوصفة الطبيعية من المنتوجات من البومادات ومن الكريمات اللي كيزولوا شعر الزائد ولكن اكيد اكيدا غير ما تضيها على الجيب ديالك وغير ما تضيها على الفليسات ديالك يعني وخا تكون وصفة فعلا فعالة او لا عفوا وكريم فعلا فعال يعني كتخسر عليها ولا كتنفق عليه مال كتير وبالتالي كتكون فيها كمية قليلة لغا تكفيلك مثلا غير جل ولا جوج وغا تحبس تنفقي مال اخر باش تجيبي حاجة اخرى احنا ما بغي نشارك شي بغينا اشياء بسيطة بعدها امينة للحمد ديالك ولا الجسم ديالك ما تسببش لك حساسية ما تسببش لك حكا ما تسببش من المشاكل وتكون وصفة مبيضة لجسم ديالك او للمناطق الحساسية اللي غا تستخدمي عليهم هاد لغاوست زائد ما تخلي لك حتى شي ضغبة سواء كانت زغبة كتيفة قيقة غليضة طويلة قصيرة يعني كيفما كانت النوعية ديال شعر الزائد ديالك شهب كحل زعر يعني كيفما كانت نوعية دياله تزولولك فديالوصفة البنت ولكبيداتي اللي كتقلبوا عليها انتمنى يا رب يا رب يا رب يا رب هو انكم تجربوها كاملين وكاملات وتكسبو ليه في لي كامونتاق رح نجربنا وهنا تأجي القناع لها باش نزيد تحمسوني وتشجعني باش نزيد نافونسي ونخدم كتر وكتر وقبل كل شي لناس بغيت نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا قناتي تاهتم بالمرأة والجمال ديالها دائما كانين وجيباز وكانين وصفة الربخة وهميزات الهميزات ديالنا هما الوصفة الطبيعية يعني كانين هميزات في المنتوجات يعني المواد الغدائية الى اخرى ولكن احنا عندنا منتوجات من اولا هميزات من شيء اخر ليهما الوصفة الطبيعية والجمال ديال المرأ اهتموا به بكل ما يعني اتيت الكلمة من معنى وبأوصوله والله القسم الى بأوصوله فانتمنى لبنات اشتركوا عندي مرحبا بكم والف مرحبا في يوميا غيكون الجديد اشتركي مرحبا بك فعلي زي الجرس خليلي دي كومنتين زوينين خليليش حاجة زوينة نتحمس ونتجع ونزيد نتشحن في واحد شحنة ايجابية ان شاء الله باش نزيد نخدم ونبدع كتر وكتر ونشجع على محتوى زوين نبدل فيه بزر ديال الحويجات ان شاء الله واكيد اشياء ايجابية الحمد اه بالنسبة لهاد الفيديو نبغي لي بزف ديال لي لايك كما جيت خدمت على واحد الفيديو الحمد لله من مونتاج ومن تعب ولكن الحمد لله كل شي غيهون كل شي غيهون مني غنجي نقدم واحد الفيديو كي يعجبكم وكلق عليه تفاعل كبير والله يلقى سمي لكل شي تيهون فانبغي بزف ديال لي لايك لهاد الفيديو اي وحدة كتشوف في يدابة نبغيها تضغط على زر اللايك وتبغي تجي الفيديو ولا تشاركيه مع الناس لي كتعرفيه صديقاتك حبيباتك جاراتك اه نس كتبت لي هما في العائلة ديال كعان ومشعر الزائد ما خلوه مجربو بدون منفع وبدون جدوى فهذا الوصفة هدية مني لك انت منتجر بها وتقول لي كيفجتك فتعليق فكيما اكتلكم لبناس بزف بزف نساء تعانوا من مشكل ديال الشعر الزائد ومن القولي حتى شي حل فالحل جبتوا ليك بين يديك والله يلقى سمي لبين يديك فانت منتجر بها وتقول لي كيفجتك وبعدوا علي البناس اعلى اللاسيخ او الحلاوة راك تسبب مشاكل كبيرة الجسم منها حروق منها حمير منها تسبب وغيرت منها ليطاش لي ما كيبغوش يمشي ورام ما كيبغوش يمشي وصراحة حتى لمشي وغيمشي وليك على مدة طويلة يعني بعدي على الاستغراء كتسبب حتى الزرقية والخضورية للحمد يالك ايضا الشفرة حتى يبعدي عليها بعدي على اي حاجة تقدر تسبب ليك مشاكل وجرب لي هاد الوصفة وردي عليها وعلى بركة الله ما غديش نطول عليكم اكتر من هذا وكل كلمة قلت في حق هذا الوصفة هي قليلة بزف هاد الوصفة لبناس والليس عندي مفضلة ايضا الشعر الزائد انها كتبنا عن نمو دي الشعر الزائد بعد تجريبت كليها جوشت المرة تحتل ثلاثة على الاكتر اي ماكسيموم غدي تحسب انه الشعر انقص امه بقاشكين مو نهائيا على تجريبتي وعلى ضمانتي وعلى بركة الله غدي نبدأ باول مكوين لي غديمنا عن نمو الشعر الزائد زائد انه كيزول الشعر من الجذور هو الترمس يعني غتخدي معي كمية دي الترمس التي تباع او لا التي تتوفر عند العطار ولا عند العشاب يعني كتمشي عند العشاب تقول لي عطيك الترمس بودور او لا يعني دوك البودور ديالو كيكونوا كبار كتجي بيهم وكتطحنهم ولا كتجي بي الترمس مطحون معند العطار كي ما دارت انا هنا كيسهل علي العملية صراحة خصوصا اللي كانوا عندي بزاف ديال امور نقضيهم بالنسبة الثاني مكوين غتحتاجي معايا ان شاء الله الى دقيق المخبوزات او لدقيق البيض او لفارينا بالنسبة الفارينا راه هذا قبط للإزالة شعر الزائد ما كتخليش الزائد كتسوحد وكتبيد لك اللون ديال المنطقة التي غدي تردع لها الوصفة او للي غتطبق عليها لغوسات بالنسبة لثالث مكوين غتحتاجي معايا نشط دورة الممتاز سواء هذا ديال اللي في مية وثمانين جرام وكيعمل ستدرهام مغربية او لهذا مايزيناء فيه مية وسبعين جرام وكيعمل سبعة درهام مغربية وغتحتاجي معايا معجول الاسنان بزفت الناس واخدين فكرة مغلوطة على معجول الاسنان كيقولو انه ما كيزولش شعر الزائد بالعكس نبغين جول لكم معجول الاسنان كيزول شعر الزائد ما الجوضور زائد انه من متابة مخدر للمنطقة فشكت عملي معجول أسنان رفح اللي عملتي مخدر للمينطقة فبتالي منيك تزولي شعر الزائد غير باليد ديالك ولا غير قطن ولا بزيف ولا بمنديل ما كتحسيش بدك الألم ديال ديال ديك الزغيبة منيك تبغي تحيد من الجسم ديالك يعني في مثابة مخدر زائد أنه مبيض كيزول تسبوغات كيزول ليطاش لحبوب وكيبيض لك البشرة من الأعماق صراحة يعني عشر درجات إلى ما فوق وزوين لإزالة شعر الزائد وكيمنع النمو أيضا فيشوفوا سبارك الله الفوائد والمزايا اللي فيه هتخدي معايا أي معجول أسنان عندك سواء هادة الميسواك أو هادة القرنفل ولا المهم عدة ماركات وعدة نوعية أنا ما غير مبدأت نفسي عليكم الماركات أي ماركة عندك توفرات تستخدمها آخر حاجة لبنات وهي زوينا ومضادحة الحساسية واللي هو الماء ديال الورد غتحتاجي معايا إن شاء الله منه كيمية بالنسبة للماء ديال الورد كيزول الشعر الزائد كيمنع الحساسية نهائيا كيلمع وكيعطي واحد البرودة واحد انتعاش واحد الرايحة غزالة منعشة في الجسم أديلكم فيعني منعوت لكم يا لبنات غزال كل ما قلتها فيه هي قليلة صراحة فالمهم دوم المكونات مهجول الأسنان ترمز دقيق للخبز أو دقيق الأبيض أو لفارينة زائد نشاء أو ما يسمى بالدورة أو الميزينة وآخر حاجة هو ماء ورد لهو كيلمع وكيعطي روحاء لطيفة جدا جدا وعجلكم حتى التسبغات ومضاد للحساسية والتهيج البشرة فعلى بركتي لن دزل طريقة التحضير في إناء سوف نضع فيه الكمية اللي غادي تكفيك على حسب الرغبة ديالك الكمية اللي غادي تكفيك انتيا والجهد ديالك عندي هنا معلقة ديال الدقيق زائد معلقة ديال الترمس وغادي نضيف لهم معلقة ديال النشاد دورة أو ما يسمى بالمايزينة وغادي نخلط هذا الشيء بالماء ديال الورد تقريبا مقدار ججمعي القاتل وغادي نضيف كمية ديال معجون الأسنان يعني المقدار دائما كيبقى على حسب الرغبة ديالكم انتو ما والجهد ديالكم وانتو ما وش حل بغيتو فانا اللي بنات خديت مقدار تقريبا معلقة كيبقى ماشته خديت معجون الأسنان باللول الأبيض وكان نجمع به هاد المكونات كاملين هانتو ما شوفوا القوام ديالها كتحمق كتسطية البنات هادي نسد المدية للورد هادي هي الوصفة اللي كتقلبوا عليها يا هادي يا البنات ريحتها منعودش ليكم ونتيجة ديالها خرافية قسما بالله البنات اللي غا ترجعكم كتحمقوا باللار يعني ذاك الجسم ديالكم غا يبلي صافي حليب فالمهم غادي نطبق معاكم بعض كمية منها هانتو ما شوفوا القوام ديالك كريمي كيحمق فكتبقي بها الطريقة هادي ومن بعد يلا ما كتبقيها كتخليها حتى تنشوف انا غا نشرح لكم طريقة نجاح الوصفة او سير من اسرار هاد الوصفة لنجاحها في مدة سريعة او لو منذ اول استخدام فطريقتها هي كالتالي كتخليها حتى تنشوف تقريبا عشرة دقائق او خمسة دقائق بعد ما كتنشوف عندك جوج ديال الحلول اما تزوليها بقطعة قطن او بمنديل او بزيف تمسحيه وبالتالي الشعر كتلقي كله في ذاك المنديل طريقة ثانية هي انك تفركيها بها الطريقة هادي كما كتلاحظو البنات كتفركي وتعاودي تفركي مزيان وبالتالي الشعر كي بداي تطاير من الجذور بدون ألم ولو نقطة واحدة من الألم مكينش قسمين بالله لبنات انا كنحلف ونعود نحلف يعني الوصفة الحمد لله كلها مصداقية وكلها فعالية يعني كتفركيها بها الطريقة هادي وكت تقضي يعني الغرض وتوفيلك بالغرض الحمد لله من بعد البنات ما كتنتهي ولكن خلي واحدة تنشف يعني في حل ده برع فازقه رمع تطني حتى شي نتيجه هانتم يعني باش نكون واضحة واضحة معاكم ونكون صريحة معاكم الحمد لله بالنسبة لهذا الوصفة مني كتتزولي بالشعر الزائد كتغسلي المنطقة سواء المناطق الحساسة المناطق العادية بشرة الواج الجسم اي منطقة بغيتيها الحمد لله هي بدون حماد بدون بيكاربونات سودا بدون خميرة يعني بدون اي مكوي اللي يقدر يسبب ليك الدرر وخاغر واحد في المية ما كينش ما كينش نهائيا باش تعرفوا الحمد لله الوصفة ناجحة مليا في المية دا كشيرة اش قلت لكم برعوا هاد الفيديو بلي لايك باش ان شاء الله يزيد انتشر عند بزاف الناس واحد اخرين اللي باغين اشياء بسيطة بسيطة ورخيصة مباغينش يخسروت تاشي حاجة مجيبهم فغير بمكوينات اللي متوفر عندهم في المنزل سوف يصوبوا بها ان شاء الله هاد لاغوست هادي كيما قلت لكم لبنات مني كتنتهيوا من هاد الوصفة وكتغسلوها كتخدي الما دي الورد وكترشيه لياه على المنطقة لزولتي من الشعر الزائد بهالطريقة هادي وكتمسحي ذاك الما دي الورد باش يخليليك ذاك النعومة وذاك الانتعاش في الجسم وما تتعرضيش نهائيا للحساسية وخغير واحد في المية وايضا تبقى فكر وحزوينة دي ال الماء دي ال الورد فكنت هادي الوصفة لبنات نتمنى يا رب انها تكون خفيفة ضريفة على قلوبكم بليز غزالتي ما تنسونيش من اللي لايك اللي لايك ديالكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زي الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد نغسل من فرصة من هاد الفيديو نقول لكم رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بصحيحة وبلهنة وباش ممزم النزو والفرحة وبالسعادة ان شاء الله وبصليكم كبيرة ومطلقة معكم في فيديوهات مقبلة في رمضان اشتركوا في القناة